بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتخابات تركيا ثلاثة عوامل حاسمة لمعرفة تفاصيل ما يتعلق بهذا الموضوع كونوا معنا حتى النهاية تستعد تركيا بعد شهرين لإجراء أكثر استحقاقاتها الانتخابية أهمية منذ تأسيس الجمهورية قبل قرن من حيث كونها تشكل اختبارا صعبا للرئيس رجب طيب أردغان لتتويج عقدين من حكمه بولاية رئاسية جديدة وأخيرة ومن حيث الاستقطاب السياسي والمجتمع الحاد الذي يصاحبها والظروف الاستثنائية المحيطة بها بفعل تداعيات الزلزال المدمر والتضخم المرتفع فضلا عن أنها تأتي في لحظة تحولات عالمية كبيرة ليست أنقرة بعيدة عنها وعلى عكس الاستحقاقات الانتخابية التي جرت خلال العقدين الماضيين وتمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردغان من الفوز في جميعها والحفاظ على السلطة مع استثناء الانتخابات المحلية التي جرت عام 2019 فإن الانتخابات المقبلة مختلفة إلى حد كبير فهي المرة الأولى التي يواجه فيها أردغان تحالفا يضم ستة أحزاب معارضة بينها حزبان كبيران كما أنها ليست منافسة تقليدية بين ائتلافين حاكم ومعارض بقدر ما هي الصراع على تحديد هوية تركيا في قرنها الثاني فالمعارضة التي تسعى لهزيمة أردغان لا تريد الوصول إلى السلطة فحسب بل تسعى لتغيير النظام السياسي وإدارة اقتصادية مختلفة جذريا عن إدارة أردغان وتأدو بتبني نهج مختلف كليا عن أردغان في السياسة الخارجية وما يضفي غموضا عشية الانتخابات أن كل من أردغان والمعارضة يعتقدان أنهما سيفوزان فمن جانب ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتداعيات الزلزال وقع أردغان المرسوم بالدعوة إلى الانتخابات في الرابع عشر من مايو آيار قبل شهر من الموعد الأصلي في خطوة عكست ثقة أردغان بقدرته على الفوز وتتحدى الافتراض الذي ساد لدى المعارضة بخوف أردغان من إجراء الانتخابات بشكل مبكر ومن جانب آخر نجح التحالف السداس المعارض في تقديم جبهة موحدة لخوض الانتخابات والاتفاق على ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كملك الاشدار أغلو للرئاسة لكن الأزمة القصيرة التي عصفت به على خلفية المرشح الرئاس المشترك كشفت هشاشة التحالف وصراع الإدارات بين أكبر مكونين فيه ومع أنه يصعب الأخذ بالمطلق باستطلاعات الرأي التي ينشرها كل من التحالف الحاكم والمعارضة وحتى الاستطلاعات التي توصف بالمستقلة فإنه يمكن الاستناد عليها جزئيا مع دراسة ثلاث عوامل أخرى من أجل تفكيك الغموض الانتخابي والوصول إلى استنتاج واقعي مسبق للانتخابات المقبلة موازين القوى بين أردغان وكلشدار أغلو تنحصر المنافسة الرئاسية بين شخصيتين بارزتين هما أردغان عن تحالف الجمهور وكلشدار أغلو عن تحالف الأمة المعارض ويمكن أن تنضم شخصيات أخرى إلى السباق الرئاسي لكن المنافسة ستتركز بين أردغان وكلشدار أغلو بالنظر إلى الثقة للانتخاب الكبير لكليهما مع الأخذ بعين الاعتبار أن أردغان لديه خبرة واسعة في قيادة المنافسة الانتخابية وإرث سياسي كبير كنتيجة لعقدين من الحكم ولذا فإن السؤال هو ما إذا كان كلشدار أغلو قادر على المنافسة تلعب إثنتان من المحددات دورا بارزا في هذه المنافسة الأولى هي المهارة الشخصية للمرشح في مخاطبة الجمهور وإقناعه بأنه سيكون الأفضل له والثانية هي الحيثية السياسية والثقل الانتخابي في الأولى يتفوق أردغان بوضوح على كلشدار أغلو كونه يتمتع بزعامة تجاوزت حيثية الحزبية وكارزمة استثنائية في مخاطبة الجمهور على عكس كلشدار أغلو الذي بقي حضوره السياسي محصورا داخل حزب الشعب الجمهوري ولم يسبق له أنقاض حملة رئاسية ما يجعل هذه المنافسة غير متكافئة على المستوى الشخصي علاوة على ذلك فإن قدرة كلشدار أغلو على الوصول إلى وسائل الإعلام لمخاطبة الجمهور تبدو محدودة إلى حد كبير مقارنة بأردغان أما في الثانية فإن المنافسة تبدو متكافئة نسبيا فبينما القاعدة التصويتية الأساسية لأردغان تتشكل من الكتلة الانتخابية الصلبة لكل من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه الحركة القومية فإن القاعدة التصويتية الأساسية لكل اشدار أغلو تتشكل من الكتلة الانتخابية الصلبة لستة أحزاب معارضة منضوية في التحالف السداسي وأشارت أحدث اتطلاعات الرأي المستقلة إلى أن نسبة التأييد للتحالف الحاكم تتراوح ما بين 40 إلى 41% بينما لم تتقدم نسبة التأييد للتحالف السداسي المعارض لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن الكتلة التصويتية لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي لم يحسم بعد تموضوعه في الانتخابات تتراوح ما بين 10 إلى 11% فإنما يبدو واضحا أن كل من أردوغان وكل اشدار أغلو غير قادر على الوصول إلى نسبة الخمسين زائد واحد المطلوبة لحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى على افتراض أن حزب الشعوب الديمقراطي سيخوض الانتخابات بشكل مستقل وربما بمرشح رئاسي خاص وبالتالي فإن السباق الرئاسي قد يحسم في الجولة الثانية هنا يبرز رهانان مختلفان فمن جهة يعول أردوغان على أن كل اشدار أغلو ذا الميول العلمانية العميقة لن يتمكن من كسب الأصوات المحافظة التي لم تحسم خياراتها بعد وكذلك الأصوات المحافظة من القاعدة الانتخابية للأحزاب الأخرى المنضوية في التحالف السداسي كأحزاب الجيد والسعادة والمستقبل ودوى وهو ما يضعف الكتلة التصويتية للمعارضة وفي المقابل يرهن كل اشدار أغلو على استمالة أصوات حزب الشعوب الديمقراطي في الجولة الأولى في حال التوصل إلى صفقة معه أو في الجولة الثانية للفوز في الرئاسة وتعويض فقدان الأصوات المحافظة في تكتل المعارضة أما عن حدود تماسك جبهة المعارضة قدم تحالف المعارضة السداسي حتى الآن أداء قويا وجبها متماسكة نسبيا رغم الأيدولوجيات المتناقضة لمكوناته يصار ويمين وقومي ومحافظ ولبرالي لكن الأزمة الأخيرة التي عصفت به على خلفية مسألة المرشح الرئاسي المشترك كشفت هشاشة هذه الوحدة وبدأ أن التحالف نجح في تجاوز هذه الأزمة لكن الكثير من المسائل داخل التحالف لا تزال بحاجة إلى توافق على رأسها القوائم البرلمانية المشتركة التي ستخوض على أساسها أحزاب المعارضة الانتخابات التشريعية أما عن اتجاهات الصوت الكردي في ضوء إجماع استطلاعات الرأي في غالبياتها على صعوبة حسم أي من التحالفين للانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى فإن الأصوات الأخرى لا سيامة الكردية ستكون حاسمة في ترجيح الكفة الانتخابية لأي من التحالفين سواء في الجولة الأولى أو في الثانية ومن الواضح أن أي من التحالفين غير قادر على ضم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي إليه بسبب العنصر القومي المؤثر في الجبهتين حزب الحركة القومية في تحالف الجمهور وحزب الجيد في تحالف الأمة لكن الحزب الكردي يلتقي مع المعارضة على هدف هزيمة أردغان وأبدى استعداده لدعم كلشدار أغلو لكنه اشترط ذلك بانفتاح التحالف السداسي على الحوار معه من المؤكد أن هذه القضية تواجه تعقيدات كبيرة داخل التحالف المعارض في ضوء الموقف المتشدد للحزب الجيد الذي يرفض انضمام حزب الشعوب للطاولة السداسية وينبع رفض ميرال أكشنر مع أنها تتخوف من أن يؤدي تحالف معلن مع حزب الشعوب إلى انقسام داخل حزب الجيد وعودة الأصوات القومية إلى حزب الحركة القومية الأم وستكون كيفية تقديم حزب الشعوب الدعم لكلشدار أغلو أكبر مشكلة تواجه المعارضة في الفترة المتبقية للانتخابات حيث أن الدعم العلني يمكن أن يؤدي إلى خسارة 5% من الأصوات القومية في حزب الجيد ونحو 3% من الأصوات القومية في حزب الشعب الجمهوري وهو ما يعني أن الأصوات المحتملة القادمة من حزب الشعوب الديمقراطي لدعم كلشدار أغلو ربما تعادل تلك التي سيخسرها التحالف السداسي علاوة على ذلك فإن مستقبل حزب الشعوب الديمقراطي لا يزال غير واضح في ضوء القضية المرفوعة ضده أمام المحكمة الدستورية العليا والتي قد تؤدي إلى إغلاقه وحرمانه أساسا من خوض الانتخابات في الختام متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر